نائب العام سعود المعجب الحقوق والمعاملة اللي يتمتع بها اي متهم اخر ولا يؤثر منصب الوضع المشتبه بهم على التطبيق الصارم للعدالة لا تنمية ولا تطور بدون القضاء على الفساد والفساد من فوق مو من تحت مثل ما قال رئيس وزراء سينغافورا اول رئيس وزراء لسينغافورا يقول الفساد مثل الدرج تنظف من فوق وتنزل تحت وينظم لي هنا في السوديو المستشار المحكم القانوني الأستاذ يحيى الشهراني أهلا وسهلا يعطيك العافية تداول كثيرين من المتابعين المقطع اللي انت قلت في السناب وحنا عشان كذا شرفتنا من أبها جيتنا هنا في السوديو انتوا اللي يشرفتوني الشرف لنا الله يحفظك خليني بس أقرأ بعض النقاط على واحد من المتهمين اللي ظهرت في صحيفة الوطن أمس خليني نشوف عندنا تجاوزات في عقد كرونة في موضوع كرونة اللي كان الفترة الماضية في وزارة الصحة 663 مليون ريال انفقت على كافة العقود إضافة إلى 30 مليون ريال عقود خاصة كانت بالنقل الجوي بس إضافة إلى 90 ألف ريال رواتب من بعض المقربين هي كانت من 68 ألف إلى 90 ألف ريال وأكثر من مليون ونص الإدارة حساب في تويتر وأيضا كان أكثر من 10 مليون ريال لحملة إعلامية مدتها بس 7 أسابيع إضافة إلى 19 معاملة فقدت كانت هذه التدوير لتوريد الأدوية فقدت فجأة أبوة تعليق كولا على مثل هذه الأرقام والحصائيات اللي كانت خلال فترة كرونة بس طبعا 90 ألف ريال رواتب مقربين هذا راتب شهري إيه؟ مو بالمجموع لا مو بالمجموع لما تحسبها تضربها في الشور إن كله ضربتها يطلع أكثر من كده حقيقة الحديث عن مثل عن التفاصيل يحتاج حقيقة الغوص في التفاصيل كيف؟ يعني علشان واحد يجي يقول لك إن هذه الأمور فيها فساد ويعتني فساد يحتاج أنه يطلع على ملفات هذه القضاء التحقيق والجهة القضائية المختصة التي ستنظر الدعوة هي التي ستقول لك بالتفصيل للإجابة على هذا السؤال أين صرفت هذه الأموال؟ كم نسبة الفساد؟ كم نسبة الأموال التي صرفت بشكل غير نظامي؟ وكم نسبة الأموال لصرفتها لأن هذه أموال مختلطة هذه أموال مختلطة فيها ما صرف بشكل مشروع وفيها ما لم يصرف بشكل مشروع من تحت الطاولة من فوق الطاولة فاروا يشتغلون فوق الطاولة في فترة الماضية ذي الرابع من نوفمبر كان تاريخ مشهود وانت تنبأت في مواقع التواصل الاجتماعي قبل من أسبوعين وقبلها بشهرين بس نحن نتكلم عن الأسبوعين اللي كانت تسبق الرابع من نوفمبر تنبأت أنه عهد الحزم والعزم بيكون يعني صارم جداً على الفاسدين وإني أرى رؤوساً قد أينعت وحان قطافها كيف؟ يعني هذه الكلمة أنا قلتها قبل أكثر من شهرين إيه؟ ومن تابعني ويتابعني في السناب يعلم أني أقول هذا الكلام منذ أكثر من شهرين أي وقت؟ طبعاً التفاؤل الموجود عندي هو قراءة قراءة للواقع عندما يأتي الملك سلمان في أول يوم من تولي الحكم فيصدر أمراً ملكياً بإعفاء رئيس هيئة مكافحة الفساد وتعيين رئيس جديد لهيئة مكافحة الفساد هذا مؤشر هذا مؤشر عدم رضا الأمير محمد بن سلمان تكلم عن هذا في لقاء تلفزيوني وتكلم أنه الملك غير راضي عن مستوى النزاهة والشفافية في البلد ولذلك كان أول قراراته إعفاء الرئيس السابق والإتيام برئيس جديد هذه كانت مؤشر إلى عهد جديد سوف يتم فيه إن شاء الله القضاء على الفساد هذه كيف ممكن تنعكس إيجابياً في المرحلة الجاية مثل هذه القرارات التي صدرت في الرابع من نوفمبر وبعدين القبض على ناس عندهم شبه فساد كيف ممكن تنعكس على البلد عموماً هو شف بقاء الفساد سينعكس سلباً محاولة لن تستطيع أن تقضي على الفساد أول شيء هذه قاعدة عامة الفساد موجود في كل بلد لكنه نسبي يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك فساد موجود وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتل المنبر ويلمح لبعض الفاسدين يقول ما باله أقوام يفعلون كذا وكذا يلمح مثل ما بدأوا يلمحهم ميم عين فاقاف بعدين بدأوا يصرحهم فيما بعد فالفساد موجود لكنه نسبي الفساد خلال الفترة الماضية حقيقة بلغ نسب مرتفعة جداً نحن نتوقع من خلال الإجراءات لأنه أنا واحد من الناس اللي كنت أنتقد مسألة أنك تبدأ من الأسفل للأعلى ولذلك أنا قلت في السناب أي وقت من الأعلى نعم من الأعلى للأسفل التجربة السنغافورية حقيقة تجربة ودينا تستنسخ في تجربة القضاء الفساد في السعودية أول رئيس وزراء لسنغافورة بعد الاستقلال أخذ بنظرية الدرج كان الدرج من فوق نعم يقولك تبغى تنظف الفساد في البلد يبدأ من فوق نحن الآن حقيقة بدأنا عملية نحن الآن حقيقة بدأنا في التطبيق العملي لهذه النظرية اللي هو ابدا من فوق وانزل تحت ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت وقطعت ويدها هذا كان في الأمر ملكي موجودة قمة العدالة والنزاح طيب الآن لما نتكلم أنه المال العام إن شاء الله أنه محفوظ واللي فات ما مات والملفات ما أغلقت الملفات الآن تفتح هذا يش بيسوي الفترة الجاية في ناس كثير أنت قلت في السناب عشان بس الناس اللي ما شافوا أنه بيكون بينبذق من هذه اللجنة اللي جان فرعية اللي جان فرعية في مناطق كثير طبعا هذا قراءة طبعا أنا لست من أولي الأمر حتى أني أنا أقول يشكل لجانه لكن القراءة هذه كانت ملفات الفساد عندنا أكبر وأعظم من أن تتولاها لجنة من ستة أو سبعة أشخاص ملفات الفساد عندنا بحاجة إلى جيش أيها جيش للقضاء على الفساد في البلد ولذلك الملفات متناثرة في كل منطقة من مناطق المملكة في ملفات الملفات حقيقة هذه بحاجة إلى أن اللجنة العليا يتفرع منها مجموعة لجان تكتسب منها قوتها وتعمل بدون بيروقراطية حقيقة مثل ما نشأت هذه اللجنة العليا بدون بيروقراطية يعني من أهم عوامل نجاح أي لجنة ابحثها عن البيروقراطية لأن البيروقراطية شكل من أشكال الفساد الشيطان دائما يكون في التباصيل أي بس أنت كيف تقول أن اللجنة هذه ما فيها أي بيروقراطية لأنها استثنيت في الأمر قصدك طبعا استثنيت في الأمر السامي عندما شكلت من قبل خادم الحرمين الشريفين قال إن هذه اللجنة ليست ملزمة بالعمل بأي أنظمة أو تعليمات سابقة يعني هي ليش قيلت هذه الجملة قيلت لأنه إذا أنت بتأخذ شخص متهم أي وتحتجزه أي وتحقق معه أنت ملزم بنظام اسم النظام لجراءات الجزائية أي في مسألة التكييف في مسألة الإيقاف في مسألة الإطلاق في مسألة كيفية التحقيق في مسألة الحجز على الأموال في مسألة المنع من السفر لها إجراءات وهناك جهات مختصة بالتحقيق هذه اللجنة ليست يعني لو لم يصدر هذا الأمر السامي لم تكن هذه اللجنة مختصة بالتحقيق بهذه القوة الملك باعتبار أنه مصدر السلطات في البلد عندما أنشأ هذه اللجنة أعطاها سلطة التحقيق ونزع عنها بيروقراطية الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية يعني حققوا مع من تشاءون كيف ما تشاءون بالطريقة التي تشاءون احجزوا اسجنوا امنعوا من السفر اجمعوا أدلة الجريمة أنا أعتقد أن هذا سينعكس إيجابا على عمل اللجنة العليا وأيضا بنعكس إيجابا على كثير من الوزارات التي عندها تعطيل لكثير من الأوامر معي شوف اللي صار زلزال كبير زلزال كبير وبدأت أصداها هذا الزلزال بدأت كل مناطق المملكة تتنفس يعني عندنا فرح فرح شعبي κبير جدا شوفنا في مواقع التواصل فرح شعبي كبير جدا في المجالس يحيوت إنت جالس تشوف أن يوجد جدية حقيقة في القضايا للفساد في جدية للقضايا للفساد الفاسدين هذولا ترى ما أخذين هي الأموال ، الأموال هذه ترى من أموال الشعب من أموال الشعب من أموال من بيت ما للمسلمين اللي المفترض أن يصرف على التنمية المفترض أن يصرف على البطالة اللي جالسة في البلد المفترض أن يصرف على الفقر المفترض أن يصرف على الإسكان كثير من المشاكل الموجودة عندك هنا الأموال ليست قليلة يعني حسب التقديرات الموجودة واللي جاسي نسمع عنها تريليونات تريليونات يعني ميزانية دول استحوذ عليها مجموعة أشخاص في ملاحظة مهمة أنا دايما أقولها ومو أنا اللي أقولها سبقني بها كثير من الفلاسم المتقدمين المتخصصين في علم الاجتماع أيو إذا دخلت التجارة في السياسة هرمت الدولة وفسدت الآن لموجود عندنا إيقاف كامل لمثل هذا التجار شوف يا سيد إذا دخلت التجارة، كلامي واضح إذا دخلت التجارة في السياسة هرمت الدولة وفسدت إحنا حقيقة دخلنا مجموعة من التجار في السياسة المقصود بالسياسة هي سياسة البلاد والعباد لما انتجي هذه تجربة فاشلة مسألة انك تجيب تجار وتجعلهم يديرون السياسة في البلد كما قال ابن خلدون اذا دخلت التجارة في السياسة فسدت البلد يعني انت تتكلم على انه في مسؤول فرضا كان وزيرا ما ما هو مسؤول يا سيدي ما هو مسؤول مجموعة كبيرة من المسؤولين شغالين في التجارة وماسكين السياسة ولذلك احنا نقول وفي نفس الوقت هو تاجر سوف يخضع هذه السياسة لأهوائه الشخصية لكن الان اللي مقبوض عليهم هذول الان انت تتحدث انه يعني شبه انتهى هذا الموضوع والان انت تتكلم ايه لكن انت قلت الحبل على الجرار ايه يعني احنا نتكلم على الفترة الجاية انه الاسماء هذه بتاخذ اسماء ثانية اكيد هذه ليست اسماء هذولا يطويل العمر هم البعرة ايه التي ستدل على البعير البعير وهم الاثر الذي سيدل على المسير ولذلك احنا الفترة الجاية مقبلين في مرحلة الناس متفائلين جدا فيها انت من المستشارين القانونيين فيها اكيد لك جلسات مع قانونيين تكلمتوا عن عن مثل ما حدث كيف بينعكس ايضا على العمل القانوني في البلد والقضائي والله شوف هناك ارتباط وثيق بين مسألة سيادة القانون والقضاء على الفساد اذا ما كان عندك سيادة للقانون في البلد لن تقضي على الفساد من اهم اسباب وعوامل القضاء على الفساد سيادة القانون اذا طبق النظام على الكبير والصغير والامير والوزير هذا من اهم عوامل القضاء على الفساد انا شاكل لك سديحي الشهراني حضورك معانا من ابها شكرا لك ويعطيك العافية نستفيد منك قانونيا وقضائيا يا سيدي الله يبارك الله يحفظ شكرا لك يا سيدي الله يحفظ